تزداد ديون الخزينة الألمانية كل لحظة كما يظهر هذا العداد أو ضمير الأمة كما تسميه جمعية دافع الضرائب في ألمانيا التي رفعته في وسط برلين قريباً من مقر الحكومة ومعه تزداد الأعباء المالية على السكان كذلك ففي نهاية هذا الشهر تنتهي أعفاءات اعتمدتها الحكومة للمساعدة على احتواء أثار التضخم الذي وصل إلى 7.5% مثل تخفيض أسعار البنزين والمزوط برفع بعض الضرائب عنها واستحداث تذكرة سفر داخل المدن قيمتها 9 يورو عوضاً عن 89 ومع انتهاء هذه الأعفاءات خلال أيام قليلة يتوقع خبراء اقتصاديون مثل أليكساندر كريفولوسكي من المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ترتفع نسبة التضخم أكثر بعد وتزيد على العشرة بالمائة السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في ألمانيا هو ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير جداً لأن روسيا أوقفت تقريباً إرسال الغاز إلى ألمانيا وكذلك أسعار الطاقة ارتفعت في السوق العالمي ورغم أن الحكومة تقول أنها تعد لحزمة مساعدات مالية جديدة فهي قد لا تكون كافية الحزمة الثانية لن تكون كافية لأن ارتفاع الأسعار كبير جداً ولا يمكن للحكومة مساعدة الجميع بل عليها التركيز على الذين هم بأشد الحاجة للمساعدة هذا التضخم الذي ينعكس غلاء ليس فقط في أسعار الطاقة ولكن أيضاً في المنتجات الأساسية للمستهلك يعني بأن الكثير من الألمان لم يعودوا قادرين على الإدخار وهناك آخرون أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إضافية المستشار أولاف شولتس يؤكد للألمان بأن الحكومة لن تتركهم وبأن حزمة مساعدات جديدة قادمة ولكن اقتراب الخريف بدأ يشكل مصدر قلق حقيقي للملايين الذين يخشون بأن لا يكونوا قادرين على تدفئة بيوتهم خشية من فواتير لن يكونوا قادرين على تسديدها راغدة بهنام العربية برلين